في أنقرة يجتمع مسؤولون عسكريون أتراك وأمريكيون لمناقشة تأسيس المنطقة الآمنة في سوريا مباحثات يقول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو إنها ما زالت بلا نتيجة الأطراف لم تتوصل إلى شيء بخصوص عمق وإدارة تلك المنطقة وبعض الملفات الأخرى تصريحا لا تلميحا يقول جاويش أغلو إن واشنطن هي السبب في هذا التأخير خاصة أنها ما زالت تماطل في الاتفاق على تلك التفاصيل كما فعلت تماما في منبج لم تكن المقترحة الأمريكية المقدمة للتركيا حول المنطقة الآمنة على المستوى الذي يطمئن تركيا هو عامل من عوامل التأجيل يضاف له تشديد أنقرة على ضرورة إخراج الميليشيات الكردية من المنطقة بشكل كامل ولعله سبب إضافي للخلاف مع واشنطن وفق جاويش أغلو الذي أكد أن بلاده ستستأنف عملياتها العسكرية في كل منطقة ينشط فيها من يراهم إرهابيين مؤكدا على ضرورة التوصل بأسرع وقت إلى تفاهم حول هذه المنطقة الآمنة التي بدأ صبر الأتراك ينفد بشأنها في ذات التصريحات يكشف جاويش أغلو عن إعلان تشكيل لجنة دستورية في سوريا قريبا لا يعطي مزيدا من التفاصيل بشأنها ويعود للحديث عن المنطقة الآمنة التي يبدو أنها ستبقى محل سجال بين تركيا والولايات المتحدة في المرحلة القادمة خاصة أن جاويش أغلو أكد في تصريحاته أن تركيا ستتخذ ما يلزم حيالها إن لم تتوصل مع واشنطن لاتفاق لم تظهر بوادره حتى الآن شكرا